يعني أنا معي طيب من لندن الكاتب الصحفي الكبير لأستاذ جهاد الخازن سبع الخير على حضرتك سبع الخير سبع الأستاذ جهاد ويعني خليني كده أسأل حضرتك عن رؤيتك بعد مرور 30 ساعة يمكن أو أكتر على قرارات الدول العربية وانضمت إليها بعض الدول غير العربية بقطع العلاقات الكاملة مع قطر ويعني زي ما تابعنا بالأمس وتقدم ليبيا لمجلس الأمن وإدانة قطر أنها دولة راعية وممويلة لإرهاب في العالم كله أرجو أن تعيد قطر النظر في سياستها العربية لأن الدول التي قطعت علاقات مع قطر كان عندها ما يبرر ذلك قطر ترعى جماعات تعتبرها الدول التي تخطرها إرهابية وتدفع شعوب هذه الدول ثمن المواجهات معها في حرب أو عمليات إرهابية قطر يجب أن تعود إلى مجموعة دول الخليج إلى مجلس التعاون الخليجي كعنصر إيجابي وليس تغرد خارج أسترب وقفة وحدها ضد بقية الدول أنا كنت في البحرين عدت أمس من البحرين وأجد أن عند البحرين أسباب وجيهة للإستياء مع السياسة القطرية أيضا قبل شهر كنت في الإمارات وكان هناك حديث عن قطر والمواخف القطرية التي تؤدي الإمارات العربية المستحدة أرجو أن تعيد قطر النظر في السياسة يمكن أن تكون قطر واحدة حالة حق وسيد دول عربية ودول أخرى لم تقطع العلاقات هل من وجهة نظر حالتك أستاذ جهاد هتعيد قطر وجهة النظر أم يعني إحنا لا نتحدث عن الشعب القطري بأكمله ولكن إحنا بنتحدث عن مجموعة أشخاص هم المسيطرين على حكم قطر وهم من يقومون بهذا الدور وبيتم توريط الشعب القطري ومن حولهم فيه دعم العمليات الإرهابية والتمويل الإرهابي هل من وجهة نظر حالتك أنه تتراجع هذه الأسرة الحكيمة اللي هو الأقرب إلى استبدال أمير قطر بآخر أو هذه الأسرة الحكيمة وعودت الحكم إلى أصوله لا أعتقد أن هذا سيحدث أنا أعرف أمير قطر تمام بن حمد وأعرف والده الشيخ حمد يمكن التعامل معهم أعتقد أن المواقف القطرية الأخيرة يعني كان فيها شذوب وكان فيها إساءة للجيران وحتى إلى مصر التي هي بعيدة يعني ألفين كلمتر فأرجو أن تعيد قطر النظر في هذه السياسة لا يمكن لقطر وحدها أن تقف في مواجهة نصف الدول العربية أعتقد أنه يعني غدا في عندك الكأس العالم في كرة القدم لا تريد أن تتاح يعني أكدها قطر وهي على خلاف مع الدول العربية المجاورة قطع علاقات قطع استثمارات من الطيران القطري من المرور حتى في أجواء هذه الدول لذلك أرجو أن يعيد الحكم يعيد الشيخ تميم بتأييد من والده النظر في السياسة القطرية ولكن الشيخ تميم أو أمير قطر مذال يعني هو كان بالأمس بصحبة الأب الراعي للإرهاب يوسف القردوي عقب قرارات المقاطعة وصدفه وأقام مقدوبة إفطار دعا لها رعاة الإرهاب يعني وأبرز قيادات الجماعات الإرهابية القردوي في قطر منذ سنوات ورأيته هناك يعني مرة بعد مرة أعتقد أن القردوي يستطيع أن نؤثر سياسة القطرية سياسة القطرية سياسة من قلب قطر من النظام وأعتقد أنها يعني كان فيها بعض الشذوب في السنوات الأخيرة أتمنى أن تعيد قطر المدار يعني ما تركب رأسها وتحاول أن تخف ضد كل هذه الدول العربية يعني تعيد المدار في سياسة وترى مواقع الخطأ ولكن سيدات جهاز يعني حتى مبارح يعني سقط الإعلام القطري وترجعت الجزيرة عن بس كلمة أمير قطر يعني تم أننا فيه انتظار يعني ما سوف تصرف يعني عنه بعض المراقشات يعني ربما يعني تحل الأمور بشكل أفضل يعني نعم أمس واليوم لا يجل هناك عناد قطري أنه إحنا ما عملنا نشي حاجة وأنه الدول التي قطعت العلاقات أساءت إلى قطر واعتدر عليها وأساءت تفسير سياستها أعتقد أن هذا خطأ من قطر ويجب أن تتراجع عنه لا بد أن يكون هناك مراجعة للسياسة القطرية لا نعرف بها أنا وأنتي ولكن أرجو أن تعود قطر إلى المجموعة العربية خصوصا مع دول الخليج لا يمكن أن دول الخليج كلها تحارب الحوثيين الذين تعيدهم إيران في اليمن وقطر توقف موقفا يبدو محايدنا اللي لا يصبح محايدا أرجو أننا تعيدنا في السياسة القطرية عايق أسر جايد بس وصول وصول الدول العربية إلى قطع العلاقات بهذا الشكل وغلق المجال الجوي وغلق الحدود البرية ومنع العبور من وإلى دولة قطر أعتقد أنه لو حركت بات معينا أبرز حتى عنوين الصحافة العربية أنه فاض الكيل يعني أنه تم تحذير قطر أكتر من مرة ويعني تم الحديث مع أمير قطر أكتر من مرة وأن لا تكون قطر من هذه الدول العائلة الإرهاب ولا تدعم الإرهاب فيها المنطقة وأن العرب يسدد فطورة يعني دعم قيادة دولة عربية للمنظمات الإرهابية في العالم تفسير حضرتك هو كمان سبق قطع العلاقات سحب السفراء كوسيلة ضغط على قطر يبدو أن هذه الدول باتت مقترعب أنه سحب السفراء واحدة لم يؤثر لذلك كانت قطع العلاقات أرجو أن ترى قطر الوضع على حقه ترى أنها وحدها ضد دول العربية كبيرة ومؤثرة لما تكون ضد مصر والملكة العربية الصادية لا يمكن أن تكون وحدها على حقه وكلها الدول غضرات لذلك لا أزال أمر أن تعيد قطر النظر في سياستها وأن تعود إلى صف العربي أن تحسن علاقاتها مع دول الخليج خصوصا الجرام أقرب دولة إليها قائل البحرين والبحرين تعاني من الولاء الخارج لبعض الناس هناك جماعة الوفاق ثم جماعة وعد فأرجو أن تعيد قطر النظر في سياستها لما تركب رأسها وتصير عماها على حقه في وجه المجموعة العربية كلها بشكر حررتك جدا الكاذب الصحف الكبير الأستاذ جهاد الخازم بشكرك نورتنا ترجمة نانسي قنقر